كيف تعيش حياتك وتبصل الهدف؟ شيء صعيب بالصحة أنك تكون فرحان من الذي لا تكون على طبيعتك ومثل من الناس لا يعرفون كيف يكون هم في الواقع عيشون إما في الماضي أو المستقبل ونسيون كيف يكون هم في الحاضر كنا لدينا الظروف لا يمكن أن تكون مزيانة في أقرب وقت أو ستكون لها حلول لا يعرفون كيف تحسن الحالة ونمليوا أفضل لا يعرفون كيف نحق الأحلام كيف ترجع المشاريع التي خسرناها أو كيف ترجع العائلة كما كانت من بعد المشاكل التي وقعتها الظروف كلها تقول بشكل حاجة لا يتحقق ولكن أريد أن نسؤولك كيف تحكم أنت أو أنت في حياتك؟ وكيف تحكم حياتك؟ كيف تستطيع أن تحكم أكثر في الأمور والأحداث التي توقعها في حياتك؟ أو هل هي التي تتحكم فيك؟ دعكم معي وفي هذا الفيديو سنتحدث عن أمور عملية التي يمكن أن يفعلها في حياته ونحن أحضر قهوة لكي تركز جيدا سوف نقول لكم أن هذا مهم جدا في حياتنا وليس هناك فقط لقد قمت بإشتراك وفعلت الجرس لكي تصل إلى جديد موسيقى إذا كنت تركز على الماضي والأمور التي يفقودها في حياتك بشكل مستمر هذا النوع التركيز سيضمرك يجعلك دائما في اكتئاب وإحباط ولو تأخذ أدوية هذه الأكتئاب لن تفيدك لكي تكون مستمر في التركيز على أمور التي لا يمكنك تتحكم فيها أمور أنت فقدتها التركيز يساوي القوة وليس جيدا تخسر قوتك ووقتك في الشكوى على أمور ضاعت من بين يديك وليس لا تستطيع أن تسترجعها أه شيء مهم جدا أنك تعرف بالممكن تختار المستقبل لكن كذلك تعرف بالذي خاصة تبني رأسك تطور نفسك خاصة تعرف أن تتخلص من الناس الذين يستنزفوا الطاقة وتخرجوا من حياتك الناس الذين لا تريد حاجة الناس الذين لا تحديات الناس الذين لا تكبروا الناس الذين لا تبقى عندها أحلام وفي المقابل تقلب على الناس الذين لديها شغاف وعندها طموحات وصعيب أن تتوقف عندما وصلت إلى الهدف وقدر أن تأثر فيك بشكل إيجابي وتعطيك دفعة للأمام التحدي الذي يمكن أن تلقاه في الحياة هو أنك تبني سيرة ذاتية التي لا تحكي قصة كما تريد أن تولي في المستقبل ولكن كذلك تكون قصة على ما تريد أن تكون كتكلم وتركز على الشخصية التي تريد أن تصل لها سيرة التي لا تهضر غير على ما هي الأهداف التي تريد أن تحققها لكن كذلك لماذا تريد أن تحقق هذه الأهداف؟ قصة التي لا تركز غير على المراكز والألقاب لكن قصة التي تركز على الغاية والقصد حيث التي تتعكي وتعطيها في حفرة هذه القصة هي التي تعطيك نفس وأمال لكي تخرج من الحفرة قصة التي تتكلمت عن الحياة في السؤال الصحيح الذي يريد أن نطرحه كيف سنعيش حياتنا؟ ونحن نعيش فيها في نامات الحياة والتركيز على القصة التي تحفزنا كل يوم لكي نعيشه ونكبره هذه الجوج هم التي يعطينا قوة في الصمود تركز على أهداف التي تبنيها في الحاضر ليس على ما كانت في الماضي والتي يصبح من المستحيل وتتحقق وكي تركز على الهدف بشكل أفضل أولاً لا تضيع الوقت لأن الوقت هو كنز حقيقي استغل وقتك وحاول أن تحاسب نفسك كيف ستمرت منه لكي تصل إلى الهدف في الوقت ليس بين تحديات الذي نعيشه وهو الهاتف الذي يمكن أن نسرق الوقت في مواقع التواصل اجتماعي وهي الهدف أنها تبقى أكثر مدة معهم والتي في الحقيقة ليس هناك تواصل اجتماعي أكثر فخ اجتماعي وفخ انه يسرق لك وقتك فكتلقى الأغلبية من الفيسبوك الانستغرام شات المسنجر الوصاب والذي يجري وليس يشعرونه والساعات وكتبع الأيام لكن جيد الواحد يدير مواقع لكي تبقى هذه المواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً لما يكون لديك أشياء يجب أن تحققها وخاصة أن تكتب في ورقة أشياء في خلال 24 ساعة لكي تستغل الوقت تجعل الهدف واضح وليس لديك طموح غامض حيث لديك أهداف كبيرة في حياته وفي العادة لا تأتي من بعد جهد كبير ومدة طويلة لماذا؟ خاصة أن تنجعها مرة مرة لكي تصحح الوسيلة التي ستصل لك وعندما كان الهدف واضح حتى الوسيلة ستكون صعبة في الاختيار وسيكون مضيعة قال براين تريسي لكي تحقق أهداف أكتبها فرقة وأن الأهداف التي لا تكون مكتوبة هي فقط أحلام وأمان ثالثا خلي الصمود والإصرار يكون سلاح بين يديك حيث هم كلمة السر التي ستوصلك الهدف من بعد المعونة بالطبع فخليك إيجابي وعيش كل يوم بيومه نتحدك تلقى شخص ناجح بدون أن يكون واجه الصعوبات ومشاكل في الحياة حتى أن الأغنياء في العالم سيقول لك المزيد من المال يعني المزيد من المشاكل رابعا كنا نعاني من التفكير السلبي وممكن أن تكون لدينا أفكار بحال أننا مؤهلين والتي تجعلنا نسلسلم هذه الأفكار السلبية والتي ممكن تزاد كل مفكرنا ونبدأ والتي تجعل الدهن بحالة مربوطة ومسلسلة حتى تقول لك هذه الفكرة متجدرة في العقل لكن يكون مزيد أن تقاوم هذه الأفكار السلبية والجواب هو نابوليون بونامبارت خذ الوقت الكافي لكي تخطط لكن عندما يأتي وقت العمل توقف على التفكير ونفذ أخرى والتي أريد أن نشارككم بها هو أن في نفس القناة كان المواضيع مرتبطة مع بعضها والتي أضعتها في بلايليس يمكن أن ترى بقية المواضيع ونزيد أن تكتب تعليق وتفيد وتستفيد ولا تنسى التعليق والاشتراك في القناة وتفعل الجرس وتكون على القرص دائما بالجديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر